كابتن مهر كيف يمكن أن يستكمل بقي ضغط المباراة؟ ما أنت كده كل 3-4 تيام مباراة خلال الغاية 38 شهر ونصف أو شهر وإسبوعين أو شهر وإسبوع أنا أزل ها هيستمر كده أسلام أيها هيستكمل هو بقي كمدير فني يعمل إيه؟ هو كمدير فني حيمشي على النهج اللي هو يعني هو النهاردة يا كابتن مهر ناسف أن أبقى تحضرتك هو النهاردة في المؤتمر الصحفي قال إيه قال إن هو قد يكون هناك إصابات خلال الفترة اللي جاية بسبب ضغط المباراة روي فيتوريا النهاردة تصريح لي لما شاف مباراة الأهلي والزمالك وهو راجل يعني لسه جاي يعني محايد محايد ما فيش حاجة يعني قال واضح جدا على الفريق الأهلي أنه هو مجهد تماما وهو الخوف بس من الإجهارات ده أسلام أن ينصب لنا اللعبة المؤسرة يعني النهاردة طبعا إحنا لما نخسر واحد زي محمد شريف في الضمة لمدة شهرين أو مزء في الخلفية فده بردك حيأثر عندنا في الجانب اللجومي بشكل كبير النهاردة بردك إصابة سلية نتمنى إن شاء الله تكون خفيفة حتبقى مؤسرة جدا بردك عدم موجود السلية حيبقى مؤسر بشكل كبير الخوف على معلول كمان الفترة اللي جاية أخذ بالك معلول بردك من ضمن اللعبة المجهدة لعب مباراة كثيرة جدا زي ما احنا قلنا مع المنتخب تونس وطبعا مع النادي الأهلي الشيناوي بردك من الحراس قال لقد لو حصل حاجة حيبقى مؤسر بشكل كبير فانت النهاردة عندك عناصر أساسية ربنا يحميها يعني ويحافظ عليها لكن لو جرى حاجة بتأثر طبعا على شكل وأداء النادي الأهلي الراجل بالنسبة له طبعا يهم جدا أنه يساب بالتشكيل التدوير التدوير حيبقى في حدود لأن بردك ما تقدرش تدور أكتر من 3-4 خمس لعبة في كل مباراة لأن أنت لو دورت أكتر من 3-4 خمس لعبة كل مباراة مش حدي لك الشكل أداء الفني الخططي اللي أنت عايزه مهم جدا سبات التشكيل خلال الفترة لكن عايز أقول لك أسلام هو بدأ يحط إيده تكتكيا كمان يعني هو الملاحظات اللي احنا شفناها قبل كده أول ما بدأ وبدأ يدون الملاحظات إذا كانت سلبية في الحالة الدفعية بدأ يشتغل على أول حاجة خط الدفاع النادي الأهلي بدأ يشتغل فردي على أطراف الملعب على البكين لو معلول مهاجم يبقى لك إذا كان كريم أو هاني هيثبت وهيحصل ترحيل بالنسبة للثلاثة الآخرين بدأ يربط الأربعة بعد في الميلان والتغطية طبعا ده شكل مهم جدا من المدير الفني بالنسبة لنصف الملعب بدأ بتلاتة سلاسي أقوى سلاسي نصف ملعب موجود في الدورة المصري إذا كان يانج إذا كان السولية إذا كان حمد فاتحي وفي أفريقيا كمان بعد إصابة طبعا السولية أكيد حيخش يكمل المشوار إحنا بس أسلام الحتة القدامينية حتة الجناحين بالنسبان إحنا محتاجين يعني عبدالقادر برضك من اللعبة الموهوبة يعني إحنا الجملة اللي شفناها الجول اللي جابه عبدالقادر حسب أبصايد أنا شعيف أن ده جملة بس أنا بشوف أن عبدالقادر أجابت وأخذ رأي حضراتكم يعني حضراتكم أنتوا الاثنين يعني عبدالقادر ممكن يكون لعيب جامد جدا محتاج أنه يقلل من المروغة شوية طبعا طبعا زي ما كانت العادل قال هو بس الحتة دي لو قلل من المروغة هو أحد يساعد زميله وأخبالك لأن فيه فترات يا إسلام بيبقى فيه موكف واحد ضد واحد وهو موهوب جدا في الحتة دي وبيقدر يجيب منها جوال بشكل بير لكن لما فيه زيادة عددية عليه مفروض أنه يلعب فيه ضاب الباص فيه ساند فيه خش الجوة يضرب على الوان تو يخش جوة يصوب لازم يقف فيه نوع من التنويع في الأداء بالنسبة لعبدالقادر وده دور طبعا مستر ريكاردو لأنه هو طبعا اللعيب بيغلط المدير الفاني يدوره لأنه يصلح فطبعا أكيد مستر ريكاردو عنده من الجمل وعنده من التركات اللي يقدر يستفاد منه عبدالقادر بشكل جميع بسر عباردو ترجمة نانسي قنقر